اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماكو علاقة بين السنة والشيعة بين الاكراد والمسيح بين المسيح والسني يعني هاي مكونات الشعب العراقي طبعا انا من داعش بيها ونحن مو متبنيها اطلاقا ولكن هي مكونات الشعب العراقي اريد نقول رسالة للعالم كله احنا شعب طيب شعب متسامح شعب متاخي حقيقة احنا ما عندنا هذا الموضوع اللي سامعينهم يجوز اصحابكم اللي يعني يتواصلون ياكم بزياراتهم دولكم العربية لكن العراقيين تعال شوف طيبة العراقي وشوف لمة العراقي ممكن فعد مثل بسيط احتيتكم على وحدة العراقيين وين ممكن ان تشوفوها وهي حقيقة ناصعة خلص صير مباراة لكرة القدم شوف الشعب العراقي كله يقعد يتابع المنتخب العراقي هس هذا الالعاب ولي يجيب هدف ولي يصطوبه هس سني شيعي كردي مسيحي عبوي صحبي المهم عراقي شوف العراقيين يلتفون دائما حول مكوناتهم الوطنية اللي كل شي يهم العراق كل العراقيين متفقين عليه آنحشي عالمواطن العراقي خلونا نكونوا أضحين هاي وحدتنا اللي نتمنى انه احنا مو نطلب انه البرة والخارج كذا يتمنون قضيتنا بس يخفون عن العراق والعراقيين خلونا بهمنا احنا لا زايدون همنا هم بالدعاءاتكم وحقيقة بالأكاذيب اللي تروجوها وخصوصا من يصدقها المواطن العربي اللي بتونس والمغرب وبالسعودية وبالأردن وبقطر من يقولوله السني ما يتعين والكردي يكتل المسيحي والمسيحي يكتل الشيعي يعني هاي الخلطة اللي حقيقة بس بأحلامكم هاي الوقفة الأولى عندنا الوقفة الثانية تصدر قرارات في بعض الأحيان من الأمم المتحدة في بعض الأحيان من برلمانات غربية وكونغرس الأمريكي أكوفة شغلة أنه يجن جنون بعض السياسيين العراقيين هاي سوى القرار مو يومكم القرار ما لا علاقة بيكم القرار دي يحشي هو أكو عنده مصيبة صايرة بدولته ويريد يصدر قرار يقول هذا القرار مو يجب هذا القرار من حق كل مواطن الضرر أن يقيم دعوة على للدولة اللي سببت بهذا الضرر هاي سأتوا شبيكم أنتوا خلوا همكم عراقي خلوا همكم شون وترجعون فلوسنا العراقية اللي طلعت من بعض الفاسدين وبعض المنتفعين اللي أخذوا وقوة العراقيين والفاسدين طبعاً والسياسيين اللي أخذوا وقوة العراقيين فكروا أنه شون صير لكم جرأة وصدرون قرارات وترجعون أموالنا المنهوبة وإحنا بلد غني ومواطننا العراقي الله يكونوا بعونا خلوا نفكر بهمنا العراقي نفكر شنون نحصن بيتنا العراقي ومو نحشي على قرارات ما لدول أوروبية ودول عالمية نقول والله الدولة الفلانية ليه صدرت هيش قرار هذا يأثر على مستوى العلاقات بين فلان دولة وفلان دولة وانت شعليك خلي همك يكون عراقي خلي منبعك يكون عراقي فكر جراحنا فكر بآلامنا فكر بآهاتنا هذا اللي نتمنىه حقيقة من السياسة العراقي الوقفة الثالثة والأخيرة عدنا هم شبير صالة كذا سنة هن النازحين نسمع من وزارة الهجرة والمهجرين يقول لك يعني بسبب التخصيصات المالية أكو يعني قصور بالنازحين المسؤولين خصوصا مجالس المحافظات يعني مثلا محافظة الأنبار محافظة الموصل يعني مثل محافظة الأنبار الحمد لله والشكر الله فرجها واتحررت الأنبار لكن ما أنتحررت عشو بدت المشاكل المجلس يتهم المحافظ بالفساد الفساد يتهم المجلس زين البعد عن الواقعية أخواني دولة هن العراقيين دولة المشكلة مو مشكلة محافظة ولا مشكلة مجلس محافظة ترى مشكلة كل عراقي النازح وإحنا للأسف للأسف الشديد يعني عممت هذه الكلمة كلمة النازحين هسا أطلقتها الأمم المتحدة أطلقها البيت السياسي العراقي أطلقها الظرف العام بس نقانب بلدي ووقع عدوان على محافظتي من أغادر من محافظتي أروح إلى محافظة أخرى أعتبر نازح هل يعقل هل يعقل أنه إحنا مخيمات ما بيها أبسط شروط الخدمة الإنسانية يعني هذا البلد العراق أنه نوفر خدمة إنسانية لأهلنا النازحين المريض خصوصا بالصيف الصيف يعني اللاهب اللي مر علينا وجايتنا أيام يعني نحن على بواب الشتاء النازحين النازحين يريدون فلوس النازحين يريدون ملابس النازحين أخي هذا بلده هذا العراق هذا حق على كل عراقي مو بس الواجب على الحكومة على كل عراقي على كل عراقي المفروض كل عراقي يما واحد غادر من المحافظة بيوت العراقي المفروض تنفتح إحنا عتبنا حقيقة عتبنا وألبنا شديد آني واحد من الناس أيام وآني مو مسألة نتبنى كقناة بس آني واحد من الناس اللي دحشيها بتجرد كنت أتمنى أشوف أهلي بالأنبار وناسنا بالأنبار المسؤولين بالأنبار إنه واقفين وقفة جادة والوقت مو مالقات ورباط لا الوقت ما تلبس قميص وتكفر دانك أمر بمحافظتك وتخابر محافظة البصرة تقول لي أريد منك شفل وأريد منك كذا وأريد منك كذا تخابر أبو 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 الأعمارة تخابر أبو النجف وتسوي لك حملة هي هاي الهمة يعني محافظة الأنبار هي هاي الهمة الحقيقية مو بس إنه المؤتمر دعم الأنبار الدول المانحة وانتظر الفرنسا وانتظر فلان دولة نعم إحنا محتاجين محتاجين دعم إحنا محافظاتنا دمرت البنى التحتية مالتها الصحيح بس الهمة الحقيقية المفروض إحنا نبادر بيها أبو النجف يدز أبو العمارة يدز أبو البصرة يدز أبو الحلة يدز أدز آليات جهد جهد آليات أدزة ألمن للأنبار وأقول هذا من أبناء النجف وهذه من أبناء البصرة شفل وقلابية ولوري المفروض هو شون اللي عادي ينبني البلد يا أخوان هي ينبني البلد مو بس فلوس الدول المانحة راح تيجي شكم مليون المحافظة الأنبار زينا شكم مليون المحافظة الأنبار راح نكسي بيها الشوارع راح نبني بيها البيوت اللي تهدمت عساني مارد أقول على الأرواح اللي راح الضحية وشهيدة بسبب دخول داعش وتحرير الأنبار سيراد يراد نبادر هيش مبادرات عراقية ثقيلة تفرح كل عراقي ويتهز كل عراقي هاي نشوفها يا محافظة الأنبار يا مجلس محافظة الأنبار يا مجالس محافظات العراق العراق كله يا محافظي العراق آن مدى ناشد حكومة ناشد الحكومات المحلية راح تبادرون ادزون جهد آليات من أجل ترميم الأنبار وصير الحملة عراقية بأيدي عراقية هذا اللي طبعا اللي حصره بقلب كل عراقي اخواني المشاهدين بعد هالوقفات هذه وياي اليوم نائب حقيقة جاي من فره كان يفتر هذا النائب على أطراب بغداد يعني يشوف شكه ماكو بغداد حقيقة من السبسرة منه عجبني الموضوع عجبني الموضوع جدا انه طالع يفتر قلت يعني عندك سيادة النائب تفتر قل لي والله ده تفقد يعني أطراب بغداد أنا عبالي رايح للنازحين قل لي والله هم مرينه بس على المشاريع على الرأي وما رأي يعني مواضيع كثيرة حقيقة نائبنا ضيفي الكريم هو من السادة النواب اللي يعني أنا واحد من الناس يعجبني بتصريحاته يعجبني بحديثه أشوف به النفس العراقي الخالص نفس عراقي لا نفس شيعي ولا نفس سني هو نائب عن جبهة الإصلاح السلام عليكم سيادة النائب كام النواف ورحمة الله الله محيي الله محيي قناتكم قناة النهار عراق الفضائية أشكرك سيادة إن شاء الله اللي هي جديدة إن شاء الله جديدة على العراقيين بطيبتها الله يبارك وظهار الحق وطيبة العراقيين مثل ما تحدثت بكلام طيب إن شاء الله هذه القناة تحتبر الرائدة في العراق ونقل معاناة العراقيين أنا ممنون منك أنا تحكي لنا شوي عن جولتك للمشاهدين وين شنيت أنا عجبني الموضوع من تقولك أنت أفتر على أطراب بغداد وحزام بغداد شا عندك كانت؟ أكل عزيز بالنسبة تعرف أنت اليوم معاناة حزام بغداد نعم اليوم أولاً إحنا عندما في كل الأمور عندما يتوفر الأمن في حزام بغداد رح نمن المركز أي واليوم عندما تكون هناك جيش مهني واليوم إحنا أصور والشيء الأفرحني اليوم عندما ألتقي بضباط الجيش وألقاهم متعاونين مع العشائر اجتماعاتهم مع العشائر نعم شد همم العشائر خوفاً من جيوب الإرهاب اللي تكون في حزام بغداد نطيف وطبعاً إحنا اليوم بجهود الرجل الطيب وإحنا نشيد به اللي هو قائد عمليات بغداد الحمد لله هذا الرجل عندما استلم اليوم أشبه بالوضع حدعي في حزام بغداد إلى 90% الحمد لله لأن من خلال متابعته لضباط الجيش متابعته إلى الضباط اللي موجودين في الأفواج والأمور الأخرى والتوصية وأنا الرجل تحدثت معه عندما استلم فقلت له هاي حزام بغداد وإن شاء الله بغداد وإن شاء الله العراق بهمتكم وهمت كل واحد عراقي شريف أن يدافع عن هذا البلد ويكون رجل أصلاح وليس رجل فتنة اليوم هذا الرجل متعاون واليوم أنا أفرحني عندما شفت مناطق اللطيفية واليوسفية والرشيد ورحت زرت بعض الناس اللي هم تعرف اليوم إحنا عندنا شحة المياه أنا أطلع في شحة المياه واليوم مياه السقي طبعا اليوم أكوت الصحر على حزام بغداد اليوم مياه السقي مجاة توصل بشكل بجود تجاوزات وعدم كمية المياه القليلة واستطعنا أن نوصل المياه إلى شيشبار منطقة شيشبار اللي هي تابعة إلى قضاء المحمودية وحاليا عدنا بكت بس منطقة الرشيد اللي هي تابعة الوسفية إن شاء الله حصنا المحولة كانت معطلة وخابرنا اتصالات كثفنا الاتصالات على المدير العام في كهرباء الكرخ إن شاء الله راح يستمر ونقدر أن نوصل هذا المياه بس المياه وصل في منطقة اللطيفية ووصل الماء إلى الفلاحين في منطقة شيشبار ونحن نريد نتواصل إن شاء الله وبعون الله وهذا العمل وهذا واجبنا إحنا كنواب يجب علينا أن نتابعه في هذه المناطق اليوم بغداد تسمى هي سلة بغداد وكيف هذه السلة أن نعيد ونوفر المياه لها لأن هناك وجدت بعض التصحر اللي حصل وبعض ويردنا أن تتعاون الحكومة مع حزام بغداد في كل المجالات الحمد لله نعم الحمد لله يعني أنا استشفيت من موضوعك لأنه أكو تنسيق مع مثلاً وزارة الزراعة حول يعني توفير المياه أو سق الأراضي نعم فتح جداول للأراضي اللي يعني ما مستسطح لحد نعم نعم نحن ليس بهذا صدد اليوم نحن عندنا الأنهر موجودة وجدال مرجودة بس نحن اليوم كيف ييصال المي اليوم عندك مياه مثلاً في الصدر اليوم بعض الناس اللي هم مستطرين على هذه المياه حاولنا تحجيم المياه كل فلاح يأخذ الحصة مالة المائية اليوم نستطيع في هذه الكمية من المياه القليلة نستطيع أن نوصل إلى أبعد نقطة اللي هي مثل ما يسموها المناطق البعيد اللي ما يصرها المياه اليوم موجدنا بعض من الآن قبل أسبوع كنت زيارة ميدانية وكانوا جماعة ري المحمودية ما بين النهرين ومشهود جهودهم اللي تعاونوا معنا بس تطلاع عن حضرتك أنه أنت كثير الجولات نعم لن تدري أنت هذه المناطق ويجب علينا أن نتواصل معهم اليوم محتاجك محتاجك أي مواطن اليوم محتاجك محتاجك في كل الأمور الأخرى موجودين في جاحة الإصلاح كيف أن تكون هناك تنسيق بين العشائر وبين الجيش وكيف أن تكون هناك هناك التواصل وعندما يكون هناك الجيش يحتاج العشائر والعشائر تحتاج الجيش لتوفير الأمن وعندما نوفر الأمن نستطيع أن ناكل خبز من هذه المناطق وهذه الأراضي الموجودة والفلاح اليوم لا يريد أن يصير رئيس الزراء أو يصير في الدولة اليوم الفلاح يريد كيف أن أكون مياه أن يسكي أرضها ويزرع عندما يأتي الموسم وعندما ما يحصل المياه لهذا الموسم الصور هو رح يتلم في داخله ويكون متعب يمكن أن هذا يعني أحد الأسباب اللي عصفوا كثير من الفلاحين باستصلاح أراضيهم يعني كان قبل أيام معنا وكيل وزير الزراعة يعني أكو مشكلة بالأراضي واستصلاحها وعادة إنتاجها عموما يعني أنا أشكرك على هذا الإضاح زيارتك وأريد أجيك يعني أسئلك سؤال من النهاية سموه مثلا من البداية جبهة الإصلاح شخبارها أنت أعوذ بجبهة الإصلاح ونعم نحن في جبهة الإصلاح يعني بعضكم متواصلين نعم متواصلين نعم متواصلين في جبهة الإصلاح بس هناك أكو بعض الأمور اللي هي وأني تحدثت مع الأخوة في جبهة الإصلاح يجب عليهم أن يستحبون من كتلهم كل جبهة الإصلاح نحن عدنا مشروع ومشروع وطني مشروع إصلاحي اليوم عدنا الشعب العراقي يطلع مظاهرات لسنوات وهاي لعدم تنفيذ تنفيذ أي شيء اللي بالنسبة للمتظاهرين اليوم المتظاهرين عندما طلعوا في الشوارع اليوم الحكومة ما سمعتهم ونحن كنا في بداية العمور مع المتظاهرين ولحت هذه اللحظة مع شعبنا مع المظلومية مع المعاناة مع معاناة اللي عانوا منها الشعب خلال هذه السنوات اليوم الشعب أصبح مفلس في كل شيء اليوم لا يوجد عند المال ولا يوجد عند الاستقرار الأمني ولا توجد اليوم كيف يتجه أين يتجه الشعب العراقي اليوم بس المال والاستقرار الأمني يعني سياتنا أريد أن أقول ترى أنتم هم سبب يعني مجلس النواب هم سبب أنه سبب يعني الكتل السياسية هي غنيمة تريدها إلها يعني المناسب نعم نعم أخي العزيز مو تمام نعم بنيت على خطأ أنت صريح نعم بنيت على محاصصة نعم من 2000 خلأ شكياها أخي العزيز أحنا في بداية الأمور ما كنا نتوقع أن تبنى العملية السياسية بهذه الطريقة نعم هذه الطريقة لأدت البلد إلى الفشل وفشل العملية السياسية وفشل الناس اللي قادوا العملية السياسية نعم نعم في بداية الأمور بنية العملية السياسية على الطائفية وعلى محاصصة وعلى كعزبية وهذا من الطائفة الفلانية وذول الشيعة وذول سنة ودير بالك الشيعة لا يأخذوها ودير بالك السنة لا يأخذوها وكل مشال توثيته أخي هذا الدمر اللي حصل هذا اللي حصل نحن ما صفينا قلوبنا في الداخل وإنما صفينا قلوبنا وقلنا يا أبا نحن أتت عملية سياسية جديدة على العراق وتحت النهج الديمقراطي كيف نعمل بالديمقراطية وكيف نطبق العملية الديمقراطية في العراق اليوم لا نحن اتجهنا عدة تجاهات خاطعة من ضمنها كيف كانوا ذول سنة وذول الشيعة ما أتى حزب وقالهم يا أبا تعالوا أنت هذا الحزب سنتكم وشيعتكم صيروا في هذا الحزب وكيف أن نعمل ونفتح الأباب على مصرحها مع الشركات الأجنبية ونستثمر في داخل البلد وتكون عندنا مصانع وتكون عندنا معامل واليد العاملة تشتغل نحن اليوم حتى ولدنا ما عرفنا شون نقودهم نحن ما عرفنا اليوم ولدنا الشعب العراقي بكل أطياف هم ذاهبهم أنا ما أحكي لك على جهة معينة اليوم البلد خلنا ولدنا اللي هم ما نعرف فيه راحوا قسم منعتهم راحوا صاروا أصابات وقسموا راحوا المجرمين وراسوا صاروا قتل وقسم منعتهم راحوا وصافروا لدولهم ونعوا في مصيرهم شنون والله إحنا شنون بسبب والله حتى في سبيل يبقى الزعيم الفلاني ويبقى الزعيم الفلاني وخاف على منصبه وعلى كرسية خاف 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 يأخذوه من عنده لشيهاية هذا الشعب العراقي ما يستاهل أن يتنازل أن يتنازلون من مناصبهم ويقولون تعالوا كيف نوضع عالية صحيحة لبناء الدولة وبناء مسأسات الدولة وبناء الشعب العراقي اليوم نحن مو رجعنا إلى المربع الأول وأنا أكد لك هذا الكلام ورجعنا إلى الصفر إلى مربع الصفر رجعنا والبلد اليوم انهيار في كل شيء والزعامات والسياسيين متمسكين بكتلهم وسياساتهم والأمال اللي راحت بالبلد أين أمال العراقين سياسة نائب كم أحد تعتقد من أخوانك والزملاك يكون في هذا النفس هذا والله الكثيرين شو أنا أرجع أعشي لك أخي العزيز نحن عندنا في مجلس النواب والله بعض منهم أريد أقول لك عدتهم مطنية وأكثر من عندي ماذا تحدث لك بهذا الكلام لأنني لا أستطيع هذا الحكم للمراقيين اليوم هناك ناس طالع من عشائر هناك ناس تخاف على سمعتها يخافون يقولون والله هذا من العشيرة الفلانية والله فلان ترى هذا سرق أو سرق أمال العراقيين أو تواطئ نعم أو تواطئ وفي الشي لا بالعكس هم وجودين في محافظاتهم وعندك في مناطق الجنوب بغداد وفي الوساط وفي الفرات الأوسط وفي الأنبار أكون ناس وطنين يحبون بلدهم بس المشكلة هنا عندما تكون هناك زعامة وهذه الزعامة تتحكم بمجلس النواب وتقول للنائب تعالوا والله أنت صير مع هذه الجهة وصير مع هذه الجهة وصوت لفلان وفلان وكذا هاي الدمر جاء يحصل يجب على الساد النواب أن أولا أن يخرجون من كتلهم السياسية ويكون ولاهم إلى شعبهم وينظرون إلى معاناة شعبهم أنتم جبهة الاصلاحة منيت وهذا الموضوع ليس على أساس خلاص أنتم جبهة وانا جاءت شلك هو السبب هذا اللي حصل هو أن جاء يحذر الأخوان وعدت مرات أنا يلتقوا ياما وقلوا أخوان انسحبوا من كتلكم وكونوا كتلة عابرة الطائفية وكتلة مثل مظلومية الشعب العراقي وانتوا بادرتوا في البداية وضعتوا البصمة اليولى استمروا حتى تكونوا أمام شعبكم بالوجه الأبيض أنتم ليش ملطخين ما هذا عندنا مثل عند العرب يقولوا منلطخ بدم المشاتيل لا هو بايك لا هو قاتل لا هو ما مدمر بلده وإحنا ملطخين بدم المشاتيل وشنو اللي جاء يحصل قلت لهم أخوانا خلنخرج من هذا الموضوع وخلنكون أمام شعبنا بوجه أبيض حتى في سبيل باتر شعب هذه هي الدعوة لقيت استجابة لقيت يعيد هذا المبدأ لو متمسكين بكتلهم لا نعم نعم هذا حصل واليوم البرلمان ليس البرلمان اللي هو قبل أشهر وليس البرلمان اللي قبل قبل أسابيع خلال شكية شنو اللي صار بي أول اللي صار عندما كان يعني شنو التغيير اللي صار اللي صار حس حاليا عندما كان التصويت على الوزراء اليوم أصور بعض من الوزراء كانت اتصالات مع رأساء الكتل اشتركوا في القناة